صباح الخير عن جديد مشاهدينا جعني لكم بفقرة مميزة رح نحكي فيها عن تقنية تجميل من فينيرز لا هليوود سمايل لا ليزر غامي سمايل رح نتناول هالمواديع مع دكتور خليل صباغ أخصائي بطب الأسنين وتجميلهم أهلا وسهلا فيك دكتور معنا عبد البرنامج أهلا فيك بونجور بونجور خلينا نبلش بأول سؤال وهو بهم كل الأشخاص كيف أيمتنا لازم نعمل تشيك أب لسنيننا تنحافظ على صحتهم ونتفيدا التساوص أهلا بالبداية نحنا بالأول بنا نبلش العناية بالبيت قبل ما نحكي عن حكيم سنين وزيارة للحكيم سنين أول شي نبلش العناية بالبيت بالتمضيف بالعناية الصح وبعدين نحكي بزيارة حكيم سنين عادة حتى الإنسان اللي بيهتم بتمه وبيهتم بنظافة تمه ومنيع لازم كل ستة شهر يعمل زيارة عند حكيم سنين ويعمل تشيك أب المطلوبة هلا في بعض العالم بيكون عندها مثلا لنقول فيها تركيبات كتير بتمها تلبيس وقصص وشغل كتير بتم بساعتها للزيارة المفضلة تكون يعني كيه ثلاثة شهور أربعة شهور بهالموضوع وأكيد نرجع منقول كمان التنظيف يعني حكيم سنين بيعمل تلت الشغل لنقول تلتان الشغل بيبقى على الشخص بالبيت على المريض هلا كلها دا لازم الواحد بنهار تقريبا يفرش سنين وثلاث مريض هلا ليك هي مرتان بزيادة يعني أنا مرة الصبح مرة عشية قبل منام تعمل شغل الخبرية عرفتها هلا إذا ثلاث في عالم عندما هوسي بالتنظيف كمان منا أوسيدي ايه أوسيدي منا فعليا هالمشكلة يعني بس طول ما نحن عم نفرش بطريقة خفيفة وناعمة ما نقزي سناننا ما نقزي نيرتنا بالعدد ما كتير بهم طيب واللي مفرشوا سنان عندهم بيضلوا ان يقولوا مشاكل انه بينزل دم من نيرتهم هل هيدا هو التهاب النيري؟ يعني احنا وانس نزل الدم يعني في عالم بيقولولك عم نفرش سنان نزل كتير دم بيوقفوا يفرشوا سنان وهيدا أكبر غلط بيقولك أنا مش متترك لما فرش سنان ينزل دم عرفته وفي عالم اسكن عم بتاكل تفاح على الأول بتلاقي ايه أصار دم عالتفاحة بس نشوف دم بس نحنا نشوف دم معنات انه نحنا عمنا التهاب النيري اه اكي اعرفت علي يعني فيه مشكلة لازم نعالجها والتهاب النيري شو بك وان علاجه؟ الاول شي التهاب النيري هو ازا بدك ردة فعل يعني هي ردة فعل النيري على البكتيريا المضرة الموجودة بالتنة اه اكي اعرفت علي فنحنا لنعالج التهاب النيري ما ننشيل السبب اللي وصلنا لهوم اوكي هلا في عالم بيروح يعالجوا النتيجة يعني في عالم بتروح بيجيك بتير موت باش اه 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 او فحم مثلا ايه هيدا كتبير قصص عالم تطلع فيها بس هيدا غلط يعني لأ نحن نعالج السبب بأن نروح الالتهابات بأن نروح الشيء اللي أدى للالتهاب عرفت علي بعدين نعمل قصص الثانية اوكي هلا لمعين السنان شو أسبابه منقول إنه لمع سنة أكيد مسويس أو أكيد العصب مش مزبوط شو السبب لمعين السنان اوكي هلا إذا أنا بدي فسر لك ياها الطريقة أول شيء أنا السن مكون من طبقة تانية عنا أول شيء الطبقة الجوшиеanية اللار ل جوء اللي اسمه دانتين وهيدي فيه إذا بديك تشعوبات عصبية يعني العصب بقلب اللب للعصب من جوه وفيه تشعوبات بقلب دانتين بتكون وفيه عنا الطبقة اللي بره اللي هي حامي السن أكتر شيء اللي هي اسمه أنامل أو منسميها بالعرب الميناء مزبوط واللي هي أأسى شيء ב�جسم الإنسان فنحن طول ما عنا الميناء قوية طول ما عم تحمس السن أكتر كلمة اللمعة بتكون خفيفة على السن مع مرور الوقت والتقدم بالعمر هيدا الطبقة من الميناء بتخف يعني على الطحن على الأكل على كل شي طبيعي على الأسيد على الأكل بتخف وبتضعف وبترق فونس رأيت صار السن معرض أكتر ليلمع هيدا شغلة شغلة تانية في عندك بعض الناس بتحمل في الشاية بتصير تشد 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 كتير يعني تفكر أنه الشد أحسن أنه كلمة شدات أكتر يعني كلمة صارت الخبرية أنضف هو هيدا اللي قنصبت كتير غلط عند الناس لأنه شو عم بيصير بهيدا الحالة النيرة عم تنقذى والسن عم ينقذى عم بحكي لما تشد كتير فونس سن نيرة عم تتقذى نيرة بتحاول تهرب يعني منلاقي مثلا بالحنك الفؤالة اللي بشد كتير بالفرشاية بتلاقي نيرة كشت وطلع تطلوع بيّن مثل بارت من الرسين بارت من الجزر يعني والجزر منه كتير محمي بالمينة مثل ما من السن نعرفه عادة فبهيدا الحالة كمان السن بيلمع وعندك أكيد السن المسوّن السن المسوّس وسن مكشوف أكل السكر كتير هلأ على الصخن على البارد لأنه السن بيتحمل درجة حرارة طبيعية إذا عردنا لدرجة حرارة كتير عالية طبيعية الماء يعني اللمعة منه إنه شيء مش ضروري كلمرة يكون لنا مشكلة يعني فيها تكون لمعة كتير طبيعية وإذا كاننا كتير شيء مسقع كمان نفس القصة عرفت علي مش ضروري كلمة يلمع يعني فيه بروبلام كبير لا إذا لمعة مش طبيعية كلمة أكلت شيء بده يلمع في وجهة مش مزبوط هون بهذه الحالة لازم نعمل تشاكع بإن حكيم السنان ونشوف شو المشكلة بس إذا أنا إذا أكلت شيء مثلا أنا مسقع كتير أو صخن كتير ولمعة شغلة طبيعية آه أوكي سؤال فيه ناس عندهم مشكلة اللي هي بيكون فيه فراغ بين السنان والنيرة يعني كتير بين النيرة هيدا علاجتها الليزر غامي سمايل ولا شو الأول شيء بس لإلك بريط الليزر لأنه العالم ماعتبر أنه الليزر هي سحر والله أنا بدروح عامل التريب مثل معين بالليزر يعني يا لطيف الليزر شو بديو يعمل قصص بينما فعليا هيدا الشيء كتير العالم فهمني تغلط يعني الليزر هو شغلت بس أنه بيقص لأكتر ولا أقل يعني أنا كحاكي من السنان فيه قص بالشفرة أو البلايد يعني أو بالليزر بس لأكتر ولا أقل يعني أنا مثلا إذا عندي نيرة كتير بتبين في كتير عالم يقولوني مثلا أنا بدي أعمل بالليزر أوكي بس ما هي نحن حسب الحال اللي عمنا يعني أنا في عالم عنده زيادة نيرة أوكي بالليزر أو بالبليد منشيل النيرة الزايدة منعمل كنتوراج معين تمام ما في داعي لأكتر من هيك هلأ بالليزر أكيد عملية شوي أنظف بتكون ما في دم كتير واجعة خف هذا الشي الحسنات بس مبدئيا أغلب الناس ما تنقضى عندهم القصة بس بشال أو بقص نيرة لأ لأنه أنا عندي في عدم تحت النيرة يعني أنا إذا عندي إكسا عدم عندي إكسا نيرة لأنه نيرة عطول بتلحق العدم إذا أنا عندي إكسا عدم يعني عندي إكسا نيرة إذا شلت الإكسا نيرة وما شلت الإكسا العدم من اللي تحتها ما عملتش نيرة ترجع متل ما كانت بس إذا عندي إكسا نيرة وما عندي إكسا عدم بشيل قصة من النيرة بتضلها سابتة محلة فهي العملية أدي أكتر شوية من هيك لأنه عملية يعني العدم إنه شي هي إيه عملية إذا بدك بتصيب العدم أكتر ما بتصيب النيرة هيدا هي الخبرية وهيدا عم نحكى تقريبا بجلسة واحدة بيخلص المريض ولا لا كذا جلسة هيدا عملية عملية هيدا سيرجيري بتمنج المريض بشكل كامل بتنشأ النيرة وبنعمل كونتوراج وبنشاء العدم من تحت النيرة عملية جدا دقيقة وأكيد اللي بدي أعملها بدي أكون مختص بالجراحة مش حيلا حكيين سنين في فوت هيدا الفوتة سو منشأ النيرة منشيل العدم اللازم نشيله أكيد عنا لمدة معين ما فينا نشيل قدنا بدنا كمان منشيل بارت من العدم ومن بعد قريدي النيرة بطلحق العدم يعني هي أساسا مشكلة مشكلة عدمتكم مش مشكلة هلأ لما أنه مشكلة عدم يعني رح نظهر شوي عن المجال رح نقول اللي عنده ترقق عدم بتقدر تشتغل بالنيرة بها الطريقة لكن اللي عنده ترقق بالعدم وبياخد في أدوية معينة بياخدها حتى الأبع بيصير عن نياه مشكلة عرفته فهيدي لازم كون في تعاون بين حكيم السنان وحكيم اللي عم بتابع البيانت أكيد اللي عم بتابع البيانت بصير في تنسيق بيانتهم حسب شو بتاخد أدوية حسب إذا في شي دول لازم توقفه على هيدا الأساس بتقرر شو لازم ينعمل للعلاج يعني هو لازم المريض هو يلفت له نظره للحكيم لأن الحكيم لحاله أكيد بص الحكيم كمان لازم عطول في أسئلة معينة لازم عطول يسألة لكل مريض عرفت كيف إذا عنده مشاكل بشكل عام أي شيء تاني صح طيب هل في موانع معينة بتمنع الشخص من أنه يبيد سنانه وشو المشاكل اللي بنتوقع بعد التبييد طيب بتبلش لكيه أول سؤال بتسأله أنه هل يطرع التبييد حيضر بسنانه وكثير عالم سؤال بتسأله أنه هل يطرع حيشيل لير من سنانه هيدا المفهوم غلط لأنه هيدا المفهوم غلط لأنه أول شيء التبييد هو عبارة عن موليكول أوكسجين بفوت على قلب السن يكون في عندي لازم ضوب للكربون بقلب السن تفتح هيدا لازم بيفتح لونه للسن لأكتر ولا أقل ويرجع هيدا الموليكول بيظهر من السن فهيدا فعليا ما بتأزي السن بأي شكل من الأشكال هلأ في بعض الموانئ يعني فيه أتيود كذا أتيود بتقول مثلا أنه الحوامل غير مستحب أنه يخضعوا العمليات الطبييد اللي بيدخن كتير كمان كتير يعني فوق الألبتان وطلوع بالنهار الطبييد مثل النسبة له الوصلا ما تلقل قوي أنا ما هيعمل معه شي بس المشكلة لين أنه فيه ستاديز بتقول مؤخرا أنه الدخان الكتير والطبييد مع بعض ممكن مستقبل نقده لأورال كانسر نعم بعدها خبرية تحت الدراسة يعني بس كل شيء عوامل بتقوله نحنا رايحين بهذا الاتجاه بس نحن عم نقدل بس نحن نقدل بس نحن نصير بشي تاني بس في الخبرية عم نحن عوامل بدخنه كتير مش شوي إنه زواحد دخله كم سيجارة يعني العلبة وعن ببيض آه عم نحكي للكتير بيدخن وإله زمان بيدخن طبعا وعم بيتعرض للطبييد بشكل داي هلأ كلنا بس نسمع طبييد بنقول رح يطلع ناصع البياد يعني بياد مثل لون الحات صح وكلنا بيلفط لنا نظرنا الهوليوود سمايل يعني بتعرف المشاهير صح وهن الايديل طبع العالم بيكونو بدون هيدا البياد الناصع صح فخلينا نحكي شوي شو الدفينيشن للهوليوود سمايل أول شي الهوليوود سمايل هو منو تار مدون تار يعني احنا اذا بتفتح كتب طب الأسنان ما في شي اسمه هوليوود سمايل هيدا اذا بديك طريقة وصف العالم تستعمله بسوه فعليا بطب الأسنان ما في شي اسمه هوليوود سمايل بس هي طريقة وصف الابتسامة البيضة وصفة الاسنان الحلوى البيضة اذا بديك فالعالم اخدتها انه يلا هولوود سمايل انا عطول بحب اشرحها للعالم هايدي الشغلة انه هايدي اسم اذا بدك يعني وصف لاكتر ولاقل هلا انا فيه اوصل الابتسام البيضى والصف الحلوى للسنان بكزا طريقة يعني هي مانا تكنيك بحد ذاته هي وصف اذا بدك عرفته فهيدي هي القصة هلا انا فيه اوصل للهولوود سمايل فيه بعملية تبييض بسيطة اذا واحد اردي صفت سنانه كتير مرتبة وحلوة عملية تبييض اسنان بسيطة بوصل للي بديه ما فيه حاجة لحط شي تاني عسنانه وفيه الطريقة التانية اللي هي الفسات او الفينيز والطريقة التالت اللي هي التلبيس وعننا هوا تلات طرق تقريبا اوكي هلا عم نحكي التبييض مثلا البوتيار هي اسهل طرق هلا صح لان احنا عنا بالتبييض عنا فيه كزا طريقة وفي عنا بالبات اللي نستعمل القوتيار بس هي افضل لويوصل واحد لافضل نتيجة لازم يعمل اتنان يبلش عند حكيم السنان على المشين ومن بعد يكمل بالبات على القوتيار لانه اذا بديك المشين عند حكيم السنان بتعطيني البوست بالبداية بوست البياض بس لووصل للضيان حتى البياض يضاين مع الوقت لافضل ان نستعمل القوتيار نحكي عن الهوليوود سمايل يعني كونسابت الهوليوود سمايل مفهومه غلط عند الناس مفهومه غلط أيضاً يعني هنه يا فينير يا تلبيس يا بوتير يا أما ليزر كمان الهوليوود سمايل هي صفت الاسنان البيضة يعني الاسنان ما صفهم طريقة منسقة وبيض على كيف منصلى هيدا الشغلة في كثير طرق اللي لتلك عنه خلينا نحكي شوي عن شو هي مراحل الهوليوود سمايل كيف بدملش يعني من أول ما يجي البيشنط عند الحكيم كيف مفروض يكون صحة اسنان ولا يبلش يقدر يشتغل شو هنه المراحل هلأ بالبداية أول شي حكيم اسنان ما دو يفحص شو شو عنده بين إيدي وبدو يحكي هو المريض ليفهم شو بده البيشنط شو بده البيشنط يعمل باسنان وبالنهي شو النتيجة اللي متوقعة ففي نقاش أكيد هي القصة مش إنه يلا بخدلك إيساتة وخلص القصة أنا أول شي ما نشوف الأسنان شو وضعهم إذا وضعهم سليم صفتهم حلوة بدهم تثبيت في سوس في النار منيحة والآخر مرحلة ستكون لما يكون أنا كل تمي صار إذا بديك صاغ سليم صاغ سليم مية بالمية من بعدها ما نتفق ونحط خطة العمل أنا والبيشنط مثلا بدي أخد إيسات أولية وهلأ طب الأسنان تطور بعيدا الموضوع لأنه نحن هلأ صرنا إذا بديك يعني عم منفرج البيشنط منعطيه فكرة كيف معقول تكون السمايل طبعه قبل حتى ما نبلش شغل يعني من أيام قبل كان يقعد المريض نأخذ إيساتنا نبنيج نحف من السنين نأخذ الإيسات ويأتي وقت نهار التركيب الآن الحكيم يتفاجأ والبيشنط يتفاجأ لأنه أول مرة عم بيشوفوا الابتسامة الجديدة يعني يمكن يطلعوا كبار يمكن يطلعوا صغار يمكن ما يطلعوا بالشكل المريض مثلا اللي متوقعون عرفته؟ فنحنا حتى نختصر هيدا الخبرية كلها صار فينا نعمل مثل ديزاين بالشامل بياخد أوفربيو نعمل ديزاين بالشامل على الموديل أنا أخذت إيسات الأولية عملت ديزاين بالشامل على الموديل هيدا الديزاين في طريقة معينة بنقلة أنا من الموديل عتم ديراكتلي هون بعد ما بلشنا شغال نحنا بعد ما دقينا بسنين ما عملنا شيء بعد خمرية خفيف مضيفة بعد ما بالأول فنحنا نقلنا هيدا الديزاين عتم فالمريض صار عنده فكرة كيف معقول يكون شكل سنين ومستقبلة عرفته؟ ويمكن اللي بدي طول شوي بدي أسر شوي باتفق قنوية يعني بدي التقنوية بالنص يعني في عالم تطلب طلبات مش معقولة يعني نوعا ما يعني الحكيم بيبقى شايفة بنظرية غير المريض أكيد أكيد فبدي اتفق قنوية عن نص بشكل مقبول وانا اصطفقنا على الديزاين المعين نحنا بناخد نرجع إيسات ديزاين بالتم بنعطيها للمختبر ومنبلش شغل على هيدا الأساس نحنا بناخد إيساتنا وبنبعد إيساتنا على المختبر أكيد لأنه السنان السيراميك مش حكيم السنان اللي بيعملون فيه مختبر هو بيعملون وبعد يصير فيه تنسيق عطول بين المختبر والحكيم السنان لأنه هي شغل المختبر ما عنده المريض قدامه عرفتي بينما الحكيم حافظ السنان وحافظ تم وحاصب الشكل حافظ شكل الوجه أكيد ونحنا قردي عطيناه رابير اللي يشتغل عليه عطيناه الديزاين لأنه اتفقنا نحوية مع المريض عرفتي فبيعملون هو على هيدا الأساس ساعته لما ينصر ونركب السنان المريض ما بيتفاجأ لأنه قردي هو عارف أنه منقق هيدا الطول ومنقق هيدا الفورم يعني هو عم ينقق درجات الألوان اللي بتناسب هيدا درجات الألوان سهرت شئ تاني غير الديزاين من بينصح الحكيم بتنصحه للبيشنت درجات الألوان أول شيء بدي اسأل أنا البيشنت شو بده عرفت على هيدا لا فهم أنا عليا شو بده بالأول بعدين أنا بتدخل يمكن أنا وافق الرأي بس أنا بفرجيه على شيء اسمه شايد جايد شايد جايد هي درجة الألوان الأسنان اللي معقول نستعملها نحن نشتغل فيها يمكن يقول لي بدي هيدا بشو كون قداما بحطها حتما بشوت بالأمرأة بقال لي بدي هيدا هلأ في عالم ودرجة هلأ ترندي كتير خبريا كلمة أبيض يعني كلمة أحلى أحلى وبس هذا شيء غلط كمان لأنه إحنا كلمة راحنا على البياض الأكتر عم نعمل شيء فاك أكتر وبالنهاية أي شيء فاك بيبين بجسمه للإنسان بيبين مش مش مزجوط خلينا نشوف شوية الصورة اللي بفور وافتر التوبييد خلينا نحك شوية أول شيء هادي منع منع توبييد أول شيء منعنا نشوف على الصورة اللي فوق نحنا هادي بيشنت كانت عاملة كمان إذا بدك هولوود اسمه هادي العاملة فساة فينياز عسنانة لأنه شغلة جدا دقيقة عرفتي أي غلطة أي خبرية ممكن تؤدي لكتير مشاكل يعني بالصورة اللي فوق أنا ما بتطلع بسنان بالأول بتطلع بالنيرة يعني بتطلع بالنيرة فوق منلاقيها حمرة شوي الفور طبعا مرنو كتير زابط منفخة في شي مش طبيعي هيدا يعني النيرة ملتهبة ليش النيرة ملتهبة لأنه فوق التركيبات غلط يعني قاعدين عسنان بطريقة غلط فردت فعل النيرة طبعيتها شغلة تكون إنه بتلتهب حتى بتلتهب إذا كانوا محطوطين أكيد لأنه عملية جدا دقيقة كتير دقيقة ومنا مسحة فنحنا إذا بتشوف الصورة تحت بتلاقي النيرة صارت غير صارت زهر مبينسان طبيعية ما فيها أي مشكلة أخذ الفور طبعها صح لأنه عدنا الشغلة اللي فوق نحنا هون رجعت فاكات وركبت على شبه فكنا الفسات الأديم وحطينا الفسات الجديدة بطريقة أكيد تكون مظبوطة فاردت فعل النيرة إنه بترجع طبيعية بكل بساطة طيب عم نحكي مثلا خلينا نحكي شوي أكتر عن الفينير أي مطم نستعمل الفينير أي مطم نستعمل تلبيس أي مطم نلجأ لغوتيار عادية يعني كونك خصائب بتجميل الأسمان يعني حضرتك كأخبار من البيشنت يعني بيجي بقلك بدي أعمل فينير زيمكن لا بده بس غوتيار صح فخلينا نفوت شوي بديتيار عن كل واحدة أوكي أنا عاطن أول ما يجي للبيشنت اللي عندي قلتلك بدي فهم شو بده في منهم كتير عالم مثلا بقولي بديج بيضغر هن بقرروا أنا بدي أعمل فساط بدي أعمل فنيرز ونمشي بالخبرية بس أنه إيام اللي أنه حرام أنه أنا إذا سناني صفتهم حلوة والفورم تابعهم سيمتريك ومرتب أنا لا بده بسنان أنا بعملية طبيعة بسيطة بوصل للي بدي إيه وما بصير علي شيء هلا إذا لقينا نحنا إنه أوكي الأسنان صحيا كويسين إذا بديك ماشي حالهم ما فيه نصوص ووضعهم منيح بس المشكلة أنه الفورم تابعهم منه كتير زابط شيء طويل شيء قصير مثلا مرأتين ألوان مش كتير زابطة منه كتير سيمتريك ساعتها فينا نلجأ بهذا الوضع للفسات أو البنيز وبهذا الحالة يعني نحنا ما نعمل الفسات إلا لسنان يكونوا إذا بديك وضعهم جيد جيد لجيد جدا كمان أحسن بس نحنا في بعض الأحوال مثلا السنان بكونوا مكسرين كتير من شال عصابهم لون كتير غامي مسوسين فيون حشوات قديمة وضعهم سيئ نوعا ما وهنا هل عم نشوف فسات إذا بديك هي عملية تشرب تشرب تنحط من بره بس على السن ايه منا منا لأنه منشيل بارت كتير صغيرة من السن شيء كتير لير خفيفة يعني بترق مين على السنان ايه بس أنا الشرط الأساس أنه ضل عم بشتغل بالمينة اه اوكي ما بتروح نهائيا يعني أنا وانس رحت على اللي هي الطبقة اللي بعد المينة أنا هون ستفضل الروح على التلبيس عرفتها اللي هي لأنه تلزيق الفسات على المينة غير تلزيق الفسات على الدانتن لأنه على الانامل على المينة تلزيق كتير قوي بين الفسات وبين الهياتة بينما إذا أنا عندي بس دانتن لنقول تلزيق أمانه كتير قوي فالمفضل ان نعمل تلبيسة كاملة كي بتكمش اكتر مبتقعة بحياتها التلبيسة بتكون كوران يعني سن كوران 100% يعني بتكون يعني سيراميك نحفر نحنا السنة 360 ديجريز وبيتلبس كله بشكل كامل وبرجع بقلك أنا إنه منلجأ للتلبيس لما يكون السن مدمر ومسوس كتير وحالته تعبانة أو منشال عصبه أو هيك يعني هيدا آخر شي بنلجأ له يعني أول شي أنا بشوف إذا في عمل ويتنينك بروع الويتنينك ما قدرت أسنان وضعهم منيع بروع الفسات إذا وضعهم سيء لا بفضل روح على التلبيس هلأ التلبيس في كذا نوع من التلبيس سيراميك زيركون؟ أكيد هلأ كمان هيدا العالم ما كتير فهم أنت خلينا شوي مكتيرون عنه في عالم مثلا تقول بدهم السنينة زيركون أو 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 أوكي هلأ هو الزيركون أساسا هو الكار طبع التلبيس يعني منه التلبيس كله بشكل كامل يعني أيام زمان كانوا استعملوا التلبيس ألا هلأ فيه التلبيس بيجي معدن من جوه وسيراميك من بره الزيركون شلنا المعدن حطينا محله زيركون وهو نوع سيراميك كمان وهو قلبه للتلبيس وحطينا سيراميك من بره عرفت عليها هيدا هي تلبيس من دون معدن لنقول وفيه أنواع تاني سيراميك في عنا مثلا إيماكس إمبراس هلأ أنواع سيراميك كمان حتى سيراميك في كزا دوغري يعني مش دوغري كزا نوع يعني عرفت عليها بكل واحدة قليلا معينة بس مبدئيا هو الأكتر شيء تجميلة عم استعمل هلأ هو الإيماكس أكتر من سيراميك هلأ خلينا شوي نحكي أيها بتكلف أكتر يعني أي نوع تبيض بكلف أكتر للبيشنط هلأ هو زيتا ككلفة يعني ككلفة هي زيتا بس أنا عم إليك حسب أنه أنا بعرض على البيشنط مثلا في عنا أوبشن 1 أو أوبشن 2 يعني في مثلا نقول له جوتيار بس هلأ بيستخدموها بالبيت بالبيت بس أنا بقل له أنه عملية حتكون شوي بدى وقت أكتر لنوصل لنتيجة اللي بدنايها لنوصل لنتيجة الأفضل والأحسن نعم الأول شي نحكي من سنين تبيض على المشين ومن بعدها نكملها بالجوتيار هايدي أفضل شي هلأ عادي أكيد كلفة أعلى من هايدي لطبيعة الحال طيب هل إذا بدنا ندل نقول الكونساب تمام بعيد العالم لأنه هليوود سمايل هل هنه البينييرز والجوتيار والليزر هل عندهم أثار جانبية وبعد قدى مثلا مع أولي يبلشوا الأضرار بينه أوكي هلأ ليكي بتجميل الأسنين العالم بدأت نتبه على شغلك أول شغلة وأهم شغلة هي الدقة ثم الدقة ثم الدقة فعلا لأنه إذا واحد بد يجمل أسنانه بد يجمل الابتسامة تبقيته ونعمل بطريقة غلط ممكن يكون بشي يصير بشي تاني يعني يفتح حاله بويب يعني إلى أول ما إلى آخر فعلا لأنه شغلة جدا دقيقة فنحنا إذا تركيبات على الأسنان كانت الطريقة غلط يعني السن منو محضر الطريقة صح أو إذا بدك محضر زيادة السن عم نقذيه أو إذا تلزقه بطريقة غلط عم نقذي النير و عم نقذي السن وهيدي بتعمل الإلتهابات بالنيرة دم أو جاع لمعة بحش أكل ريح التم كمان قوية طبعا لأنه الشغلة إذا ما نعمل بطريقة صعب برجع بالك كتير شغلة دقيقة فاللي بده يجمل أسنانه بده ينتبه من هالموضوع يعني بده يروح عند حكيم المختص اللي بيعرف حاله شو عم يعمل وإلا منفوت بقصة تانية ما قالنا فيها يعني بكون جاي بايت بصير عم يعمل غير شي اي 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 وغير هيك وعندي بصير عيه عند مشاكل بالعبدة عندي بصير أوجاع بصير في عندي أوجاع بالحنك قصة قصة مانا 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 بها البساطة مش انه والله حفاينا سنان وركبنا أكيد لا وبدأ متابعة يعني بعد التبييد أكيد عم نحكيها مش تبييد حتى فنيلز فسات كل الاحتمالات هلا تبييد هي أهيان شغلة ما بده هالعينيها اي اهيان شغلة أكيد حتى لو حكيم سنان عمل شغله بشكل ممتاز على المريض كمان يهتم بالتنظيف بعدين لأنه نحنا اوكي ركبنا سيراميك بتمنا ركبنا شي بتمنا لازم بدنا عينيه أكتر ولا أكتر ولا أقل وانس الحكيم عمل شغله صح والمريض اهتم صح بينسى انه مركب شي بتمه حتى وكل الوضع بيكون تمام انه هذا الشيء بيرجع كمان على الحكيم وشطرته وقدى واسق من شغله كمان طبعا طبعا لكن بيرتاح الفيشن دكتور خليل بدي اتشكر حضورك معنا بالبرنامج وهيك مشاهدينا بتكون خلصة فقرتنا بريك ومنرجع منتابع فقراتنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة